تعالي أخذ معك كده جولة سريعة ونستعرض مع برضو الناس اللي بتابعنا الجنسيات أو مشاركات الأجانب المحترفين في الدوري المصري السندي الحقيقة فيه أرقام بالنسبة لي كتت مفاجأة وفيه جنسيات كمان كتت مفاجأة أكتر من الأرقام نفسها طبعا أعلى جنسية موجودة وأعلى عدد للاعابين محترفين أجانب الدوري المصري هي الجنسية النيجيرية 16 لعب نيجيري بيلعبوا في مختلف الأندية المصرية تونس طبعا وشمال أفريقيا تقلقت معظم الأسماء اللي انضمت للأندية المصرية في السنوات الأخيرة تونس في المركز الثاني 13 لعب فلسطين لها خمس لعبين محترفين في أندية الدوري المصري المغرب خمسة الجزائر أربع لعبين بوركينا فاسو أربع لعبين كودي فور أو سحل العاج أربع لعبين غانا أربع لعبين وغينيا تلت لعبين عندنا تنزانيا فيه اتنين لعيبة من تنزانيا فيه اتنين لعيبة من هولندا احنا نسينا أغندا أغندا عندها تلت لعبين ثم تنزانيا اتنين لعبين ثم هولندا عندها اتنين فيه اتنين لعبين جاهين من هولندا في الدوري المصري واحد منهم محترف في أسوان واحد تاني بيرعب في سموح وعندنا من الكاميرا اتنين لعبين مالي اتنين لعبين منهم طبعا دبابتنا العظيمة أليو ديانج عندنا السنغال اتنين لعبين عندنا أنجولا اتنين لعبين عندنا الجابون لعب واحد وبنين لعب واحد ثم الأردن لعب واحد توجو لعب واحد سربيا لعب واحد البرازيل لعب طبعا من أبرونوسافيو صفقة الأغلى ويمكن الأقوى والأفضل في الموسم الحالي غينيا بيساو لعب واحد موريتانيا لعب واحد إثيوبيا لعب واحد والسودان لعب واحد ثم كولومبيا فيه لعب محترف من كولومبيا في الدول المصري ليبيا لعب ومدغاشقر لعب واحد. هذه قيمة أو عدد اللاعبين المحترفين الأجانب وجنسياتهم. طبعا كوكتيلي يعني أوروبا، أفريقيا، شمال أفريقيا أسيا. عندنا فلسطين وعندنا الأردن. فبالتالي أمريكا الجنوبية. في منها كولومبيا. في منها البرازيل. فيعني برضو نتكلم على أن السوق بقى غاني بالجنسيات. هل شايف أن الأسماء دي أو الأعداد دي أو الجنسيات دي مفترض أن تمثل إضافة جميلة كمان للكرة في مصر؟ والله هو نحن نتكلم على نوعية الأماشة الموجودة وجاية ريحة فيه. يعني أنت تتكلم مثلا على البرازيل. نتكلم على سابيو صفقة غالية جدا طبعا مكلفة. بس جاية نادي الأهلي. بمقاراة بأسعار الأسعار المحلية يعني والأرقام اللي الأهلي يسمحها في طلباته لإنتداب لعبين محليين. ابنون سابيو يعتبر صفقة رخيصة جدا. افتكر حضراتك احنا قلنا لازم نتجه أمريكا الاتنية. قلنا الأمريكا الاتنية. عندهم ناس يتفكر ولو انت دخلت أكتر وخطبا لك هتبدأ الفترة الجاية هيبدأ زي ما جادة. جئنا في تونس كان فيه اثنين لعيبة. بدأ فيه تراتاشة لعيب. المغرب تونس. البلاد القريبة اللي حوالينا دي فيها لعيبة كثيرة جدا. لكن انت بتكلم على اللعيبة اللي برا. أنا شايف وجهة نظر الشخصية أن نعمل تقنين لعدد اللعيبة الأفارقة اللي بقوا زيادة أوه في مصر. يقيم أن نجيب اللعيب المميز اللي هو يفيد الفرقة. خد لك فيه إمكانيات فيه إمكانيات يعني في انجلترا طبعا عشان دوري قوي جدا وأنديا غنيا جدا فحطين معايير منها مثلا شرط أن يكون لعب دولي منها المشاركات ومع المنتخب مش عرفت بقى يعني يقدر يعمل ده. لكن هنا خد بالك القصة غير وفيه أندية إمكانياتها المادية يعني ما تسمح لهاش أنها تتحرك في مساحات واسعة وهي بتدور فتروح تدور على صفقات تقدر تنتدبها وخصوصا كمان النهاردة لما تيجي تدور على اسم لعب مصري بتسمع أرقام فلكية صحيح بس برضو نحن محتاجين ندي فرصة للشباب عندنا نحن نتكلم على المنتخب القلومبي وإزاي ندي فرصة للمنتخب الدربية والتسكفية للعيبة والمدربين نحن نريد أن نطور نريد أن نطور وإن لدي لعبتنا نحن كمان فرصة لكن أنا لا أتكلم على 16 لعيب محترف أي أن كان محترف في الدورة العام أو في الدرجة الثانية لكن أيضا ستجد لدور الأفريقي للعيبة الأفرقى ستجد اللعيب المميز في ناد الأهلي لن أقول ألو ديانج سأذهب لعب درجة الثانية لا يوجد أندي لا أستطيع أن تقوم لا أليو ديانج ولا معلول ولا برونو سافيو ولا بيرسيتاو لا نستطيع أن نعمل حاجة تتكلم على كواليتي يمكن الأهلي يمكن يكون ليس مبلغة يعني ولا عشان نحن نتكلم على شاشة الأهلي لكن الأهلي في صفقات الأجانب عنده يمكن أحسن الفرق استغلالا لفكرة أنك تجيب كواليتي أو تجيب خامة تستغل فكرة الأجنبي في صفوفك على أفضل وجه ممكن نهاردة لما تقول معلول لما تقول جانج لما تقول سافيو لما تقول بيرسيتاو تتكلم على كواليتي في حتة تانية خالص نحن نتكلم على الناد الأهلي الناد الأهلي يتعرف يجيب لعبة كويسة